فعرف أن إتقانك للعمل نفحة من الرب الأجل لأن الله إذا كان يحب هذا فسيفتح عليك أبواب الوصال ويبقى عملك يغير حالك من أسوأ حال إلى أحسن حال يبقى إيه اللي حاصل؟ أنت ترى أنك تعمل تحت رئيسك وأهل الله والصادقون يرون أنهم يعملون تحت نظر الله آوى الله العظيم طيب لما تعمل تحت نظر الله يحصل لك إيه بقى من عمل وهو على يقين أنه في محل نظر الله اتسعت في عينه الحياة وعاش في حضرة مولاه فتجلى عليه في كل لحظة بوصل لم يره قبل ذلك في الحياة فيدخل في عالمي وفي حياتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب فين الكلام ده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب صدقوني العمل ده نعمة نعمة فتفتح علينا نعم ما بعدها نعم ولما تعرف أن العمل ده نعمة وتشكره ربنا سبحانه وتعالى يزيد عليك النعم